اشتركوا في القناة وليسه في طريقه للتحقيق وكمان هنتكلم المواطن بقى يعني ازاي هي بتبص على المواطن وازاي المواطن هستفيد من القصة دي عشان كنوع من نشر الوعي على ده المواطنين بما يقال امامه في وسائل اعلام المختلفة النهاردة ضيف عزيز عندنا وعلينا والأول مرة في برنامج الوطن الأستاذ دكتور عصام الجهري عضو الهيئة الاستشارية المحل للتخطيط القومي ووزارة أو هو التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهلا بيك دكتور أهلا بيك أستاذ أيصر مساء الخير مساء النور في بقى احنا برضو كمان عندنا ملفين رقم ملفين رجعنا لكم تاني هنتكلم عن العربيات هنتكلم عن الأوفر برايس هنتكلم عن الاستراد العربيات هنتكلم عن هذا الملف اللي احنا فجرناه من سنتين واستكملته حاملة تخليها تصدي بعد كده يعني حصرت ظروف كورونا وكده فطبعا بدأت يعني الدنيا تتلخبط شوي في السوء لكن للأسف طمع الوكلاء وجشعهم رجع مرة تانية عشان كده النهاردة عاملين حلقتنا مخصوص هنناقش كل أوضاع السوء السائرات ومعنا ضيف عزيز ممكن للمرة تانية معنا فيه على الهواء ان شاء الله بعد الفاصل في الفاقة الحوارة التانية المهندس أحمد رقفة المنصق العام لحملة تخليها تصدي زير وجمارك 2019 وهيكون معنا ان شاء الله بعد الفاصل حوارنا الأولاني كلنا شايفين مصر تتحرك للأمام وفق خطط مرسومة وإصرار على ان مصر تصبح من القوى الاقتصادية الكبيرة بلا شك ان مصر خطط مصر 2030 في كل المجالات هي الأساس للتحرك ده اللي تم زي ما قلنا على أرض الواقع القادم التحديات اللي بنواجهها هنعرف ده كتير وأكتر وأكتر من ضفنا الأستاذ دكتور عصام الجهري أهلا بيك فنة للأسف بعض الناس ما بتعرفش يعني يعني ملامح خطط مصر 2030 عايزين نعرف ملامح الخطة بشكل مبسط عشان جمهورنا يبقى معانا في كامل هنقوله بعد كده تمام زي ما اتفقنا احنا هنحاول نستعرض مع بعض ايه رؤية مصر 2030 والخطط الفرعية وخطط التنمية المستدامة المنبسقة منها ونوضح الكلام ده بشكل بسيط للموطن البسيط والمشاهد البسيط بتاعه الحقيقة ان تاريخ المخطط المصري تاريخ قديم ومن خمسينات وستينات القرن الماضي ومصر بتعمل خطط ويمكن كان اول خطة تنمويات عملت في سنة الستين واشتهرت الخطط الخمسية وكان من اشهرها الخطط اللي حصلت تأيام الدكتور عاطف صدق في التسعينات الى ان جينا سنة 2015 2016 وكان ده فارق شوية في العملية التخطيطية في جمهورية مصر العربية الحقيقة سنة 11 كان عندنا حدث كبير وهو تظاهرات 2011 اللي تسبب ان من سنة 2011 لـ 2014 حصل عندنا ضربه في الاقتصاد المصري وكان عندنا مجموعة من التحديات الكبيرة جدا كان عندنا تحديات اجتماعية تحديات اقتصادية تحديات عمرانية كان عندنا وصلنا ان نسبة الفقر حوالي 30% من المجتمع ان عندنا تضخم وصل في سنة من السنوات 32% في شهر من الشهور سنة 2017 كان 24% معدل التضخم دي ارقام كبيرة جدا كان عندنا عجز في الموازنة ضخمة كان عندنا نسبة الدين الى الناتج المحلي وصلت في بعض الاحيان الى 108% تحديات اجتماعية كان عندنا تحديات عمرانية احنا مزنوئين في 7% بس اللي احنا عاشين موجود وعاشين فيهم عندنا انتشار للعشوائيات كل دي كانت تحديات كبيرة كان عندنا احتياط النقد بتاعنا وصل لـ 15 مليار دولار لا يكفي للسلع الاساسية للمواطنين اكتر من شهر ونص او شهرين كل ده سنة 15 سيادة الرئيس كان له برنامج بعد ما تولى الرئاسة كان العالم في نفس الوقت بيعمل حاجة اسمها اهداف التنمية المستدامة اهداف التنمية المستدامة دي اقرتها المول المتحدة في سنة 2015 وهم كانوا حوالي 17 هدف منها القضاء على الفقر القضاء على الجوع التعليم الجيد الصحة الجيدة واتمنى تكون موجودة معنا صور الاهداف التنمية المستدامة على الشاشة منها ان يكون فيه مسوابن الجنسين مسوابن الفقاءات الخاصة في المجتمع الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة وخلافة فإحنا كان عندنا تحديات اقتصادية رهيبة تحديات اجتماعية تحديات عمارية وفي نفس الوقت كان العالم كل دول العالم اتفقت على هذه الاهداف الانمائية كل ده خلى جمهورية المسل العربية متمثلة في السيد الرئيس وحكومته ووزارة التقديد تسعى لانها تأسس لأول مرة حاجة اسمها رؤية عشرين تلاتين تم اطلاق الرؤية سنة ستاشر سنة الفين وستاشر الرؤية دي ببساطة شديدة عايز اقول للمواطن بص حضرتك احنا قبل ما نروح نعمل خطة قبل ما نروح نعمل اي مشروعات قبل الدولة الصبح ما تعمل موازنتها قبل ما اي وزير او اي مسؤول يروح مكتب الصبح مفروض يبرايح يعمل ايه فبنعمل الاول حاجة اسمها رؤية الرؤية دي عبارة عن مجموعة من الاهداف وازاي يئيس هذه الاهداف تمام عشان انا روح اعمل خطة بعد كده محددة وليكن من ازاي الخطة التنمية المستدامة من 18 إلى 22 احنا هيبقى عندنا من سنة 18 لسنة 30 تلات خطة ربعين كل 4 سنين في خطة التنمية شاملة تنمية مستدامة الخطة دي والخطة اللي بعدها والخطة اللي بعدها يوصلون في الاخر الاهداف اللي احنا عايزين المخطط المصري ما صحيش وراح كاتب اي اهداف المواطن المصري اهداف قبلة للتنفيذ اهداف قبلة للقياس يعني اهداف وقعين قبل ما نحط رؤية 20-30 احنا بازلنا مجهود لمدة سنة في سنة 2015 ان احنا نعرف ايه الوضع الحالي نعرف ايه مشاكلنا عايزين نحسنها ازاي عشان نحطها هزي الاهداف تمام دي الرؤية طيب الرؤية واحنا بننفذها او واحنا بنضع مصاقها هذه الرؤية كان فيه مجموعة من المرتكزات ومجموعة من المفاهيم ايه الفرق من الاتنين اولا المرتكزات رؤية 20-30 ايه مرتكزاتها ايه اساسياتها اولا الدستور لان احنا عندنا دستور سنة 2014 بيقول التعليم تصرف عليه مثلا 4% من نتج القوم الصحة ما تقلش عن 3% من نتج القوم حق الناس في الحياة حق الناس في الخدمات الاساسية وهكذا فالدستور كان محدد او مرتكز اساسي اتنين الاهداف الانمائية العالمية اللي تم الاستقرار عليه عايزين نحققها المرتكزات دي بالاضافة الى برنامج الاصلاح الاقتصاد اللي احنا كنا راحين نشتغل بالاضافة الى متطلبات الدولة المصرية دي كانت المرتكزات اللي قبل ما نروح نعمل رؤية 20-30 طيب انضاف لنا مجموعة مفاهيم ما كانتش موجودة قبل كده عندنا ولا كانت موجودة عند المخطط المصر ايه المفاهيم مفهوم زي التنمية المستدامة ايه تنمية المستدامة ده ان انا وانا بعمل خطة او بعمل مشروعات او بعمل اي برامض ما خلش بحق الاجيل القادمة في انها تستفيد من سرات البلد يعني انا هخطط لتنمية المواطنين الان وحسن مستواهم لكن في نفس الوقت المواطن اللي جاي يستفيد من موارد البلد ده مفهوم زي التنمية المستدامة بالضبط عندي مفهوم تاني مهم جدا اسمه مفهومة النمو الاحتوائي ان كلنا نتشارك مع بعض في الانتاج وفي العمل وكلنا نتشارك في جنيه سمر هذا العمل وهذه الخطة وهذه التنمية ما يبقاش عوائل تنمية على الطبقة واحدة وفئة واحدة صحيح زي ما كان بيحصل صحيح وعشان في الحتة دي كمان بالتحديد الدولة كانت بتتدخل وهنتكلم كمان شوية عن شبكة الضمان الاجتماعي اللي عملتها الدولة عشان حتى لو لما بتسقط هذه السمارة على كل فئات المجتمع هي تكون موجودة وتساعده عندنا مفهوم كمان اسمه التنمية المتوازية أنا قبل ما روحنا حضرتك وأقول لك إيه الأهداف بتاعة رؤية عشرين تلاتين بنقول للناس إحنا اتعاملت إزاي وإيه المصطلحات الجديدة والمفاهيم الجديدة اللي كانت الدولة مصرة عشان تساعد كل المواطنين بكل الفئات التنمية المتوازنة إن أنا أتحرك على كل القطاعات على زراعة على نقل على صناعة على تحول رقم عشان أوصل لإني أنامي كل هذه القطاعات وفي نفس الوقت في التنمية المتوازنة إن أنامي كل الأقالين في جمهورية مصر العربية مهتمش بس مثلا بالعاصمة بس لا مهتمش بالواجه بحر لا الصعيد لازم يكون موجود وده بيفسر إزاي خطة الستثمارية بتاعكنا موجهة جوزئنا كبير للصعيد آخر حاجة في المفاهيم حاجة اسمها خطة البرامج والأداء من سنتين ثلاثة قررت وزارة التخطيط وإحنا الفضل طبعا للمعالي الدكتورة هالة السعيد دكتور جميل الحلم اللي اشتغل في هذا الموضوع مش هنصرف جنيه إلا ما نكون عارفين مرضوده إيه إحنا مش بنعمل موازنتنا في أول السنة أقول أصرف كذا على الطرق أصرف كذا على بس وخلاص لا وإحنا بنرايب كمان الصرف اللي تصرف ده كان مرضوده إيجابي ولا لأ وفي عملية تحسين مستمرة معادش فيه مشروع ولا برنامج بتعمل في البلد إلا إذا كان المرضود بتاعه واضح من قبل ما نروح نعمله دي مجموعة مفاهيم واتكلمنا عن إزاي الرؤية 2030 وصلنا إليه طب هي الرؤية بقى نفسها فهي فيها مجموعة من الأهداف الرؤية ظهرت في سنة 2016 لكن حصل تحديث في عهد الدكتور هالة السعيد سنة 2016 وطم إصدارها وأتمنى نكون موجودة على الشاشة الأهداف التمانية اللي موجودة لرؤية مصر 2030 الأهداف ببساطة يعني شايفة السلايد اللي أسبر لك يا فاطمة أول هدف من الأهداف اللي موجود في رؤية 2030 كان ارتقاء بجودة حياة الموطن المصري وتحسين مستوى معيشته الهدف الثاني كان العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة الهدف الثالث كان وجود اقتصاد تنفسه ومتنوع ويصل إلى الاقتصاد المعرفي وديه هنقف عندها كمان شوية الهدف الرابع كان المعرفة والابتكار والبحث العلمي الهدف الخامس كان الاستدامة البقية ووجود نظام بيئي متكامل ومستدام الهدف السادس كان حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع والقضاء على البروكراطية ووجود شفافية ومسئولية وحسبية لكل المسئولين الهدف السابع كان السلام والامن المصري وان يكون مصر موجودة بجيشها القوي العظيم يحافظ على امنها وعلى حدودها ويحمي مقدرات هذا الوطن ومكتسباته الهدف الثامن كان المكان الريادية وتعزيز الريادة المصرية سواء اكليميا او عالميا دول التمن اهداف قبل منسى فيه سلايد هتظهر دلوقتي قدام حضرتك بتوضح ان التمن اهداف اللي موجودين في رؤية 20-30 بينفزوا السبعتاشر هدف اللي وضعتهم من امم المتحدة واتفقت عليهم كل دول العالم يعني فيه بند من التمنية هتلاقيه مشترك فيه منه اتنين او تلاتة من هذه الاهداف اللي موجودة واتفقت عليها كل دول العالم طيب دي كانت الاهداف اللي وضعناها في رؤية 20-30 وحدثناها سنة 19 وتم اطلاقها في 2020 هل الاهداف دي كتبناه خلاص لا هذه الاهداف لها مؤشرات قياس اتمنى يكون برضو ظاهر على الشاشة دلوقتي مثال مثلا المؤشرات الاقتصادية يعني انا النهاردة بقول ان انا بطمح ان انا اصل للمعدل نمو 10% دي مؤشرات قياس فيه عندي كل بند من البنود التمانية او كل هدف من الاهداف التمانية اولا اهداف فرعية ثانيا مؤشرات قياس عشان نيجي سنة 20-30 نشوف احنا وصلنا لهذه الاهداف ولا لا مش محتاجة اقول لحضرتك ان اللي حصل في السنتين اللي فاتوا في خطة التنمية المستدامة الاولى جوه رؤية 20-30 واذكر الناس تاني احنا جماعة عندنا رؤية 20-30 اللي هي عبارة عن مجموعة من الاهداف عشان نوصل لها سنة 20-30 والكلام ده عشان اوصل لهذه الاهداف بحط خطة فرعية كل اربع سنوات الخطة الاولانية لأول اربع سنوات اللي احنا موجودين فيهم يعني اللي حصل ان الارقام والمؤشرات اللي احنا كنا وصلنا فيها اكثر من رائعة نتيجة ان فيه شغل وخطة وبرامج تعملت على الارض يعني لو لجأ احد كورونا احنا مش عايز اقولك ان احنا سنة 20-21 و22 و23 في الخطة لو احنا كان ممكن نكون حققنا اكثر من 60% من الاهداف اللي موجودة في رؤية 20-30 فيعني حابب بس ان يكون فيه السلايد اللي بتوضح ماما تمام اللي بتوضح ازاي ان فيه ترابط ما بين الاهداف الانمائية العالمية او اهداف تنمية المستدامة والاهداف اللي وضعتها رؤية مصر 20-30 دي ببساطة رؤية مصر 20-30 عشان ما نتوش المشاهد معنا طيب الجانب الاقتصادي بالتأكيد مهم جدا ويحتل مكانة كبيرة في رؤية مصر وخطة مصر 20-30 ده صحيح ممكن حضرتك برضو تلقينا الضوء على الجانب الاقتصادي طيب واحنا بنتكلم من شوية على التحديات اللي وجهت مصر بعد سنة 2011 وشوفنا كمية مؤشرات سيئة جدا الحقيقة ان احنا اتحط مجموعة من المستهدفات في الهدف الخاص بالاقتصاد التنفسي والمتنوع من ضمن الاهداف دي ان يكون نحقق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام وانحنا شرحنا للناس يعني ايه احتوائي يعني كلنا مشاركين في الانتاج والعمل ومشاركين في الانتاج ويعني ايه مستدام يعني من معنى صح كده نعمل عدالة الاجتماعية في الموضوع وتتدخل الدولة في دي عشان تضمنها للناس زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل تحسين بيئة الاعمال وتعزيزها تحقق الشمول المالي ادراج البعد البيئي والاجتماعي تحقق الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد المعرفي ونيجي هنا عند الاقتصاد المعرفي ده سنة 20-30 المفروض مصر تكون تحولة الاقتصاد القائم على المعرفة او knowledge based economy اللي حصل في كل اقتصادات العالم ان في اقتصاد بيعتمد على المواد الاولية في اقتصاد اخر راح لكفاءة استخدام الموارد والصناعات التحولية في اقتصاد عايزين نروح له الا وهو الاقتصاد القائم على المعرفة ببساطة شديدة الاقتصاد قائم على وجود بشر تم تنميتهم كوادر عالية المستوى هم اللي قادرين يولدوا الانقام من خلال الابتكار من خلال الابحاث من خلال العلم من خلال التكنولوجيا يبقى انا بعد كده اقتصادي عايزين نوصل انه 75-80% منه قائم على الابتكار وعلى العلم وعلى التكنولوجيا مش بس على ان انا عندي موارد موجودة في بطن الارض بتطلع بباحة انا كده ما عنديش حاجة الصناعات التحولية مش بس ان انا فتحت مصنع وبجايب عمالة وبتصنع ملابس وبباحة لا انا عايز بعد كده مصنع في اران دي او رسيرشان ديفولوبمنت او تطوير وبحث قادر يصنع من الافكار تخلي هذه الافكار تتباع بشكل غالي السمن وغالي المحتوى مثال شركة برمجيات صغيرة مثلا فيها 15-20 موظف اول عن اخر قادر انها تحصل على ارداد 5 مليون دولار و6 مليون دولار و7 مليون دولار مغيرة جدا من البشر بس متعلمين بشكل كويس جد نظر الاقتصاد المعرفة اللي احنا عايزين نروح له التكنولوجيا لازم تكون موجودة في كل مناح الحياة لازم تكون موجودة في كل الصناعات مش بس ان انت تكون عامل عندك شركات برمجيات وشركات تكنولوجيا معلمات لا ده حتى الصناعات التحولية بتاعتي لازم يكون فيها احدث تكنولوجيا عشان انا اطلع اكبر قيمة اقدر يكون لي مردود مالي كاقتصاد دي الاهداف اللي موجودة في الجزء الاقتصادي في الهدف الفرعي الخاص به الهدف التالت اللي هو الاقتصاد التنفسي والاقتصاد المتنوع احنا وصلنا لفين ايوه كنت اقول لك نذكر الناس ان احنا كان في يوم الايام عندنا بسم الله الرحمن الرحيم معدل نمو اقل من 2% احنا وصلنا السنة اللي فتك لمعدل نمو 5 و 6 و 10 معدل النمو للناس البسيطة اللي بتشوفنا يعني انتاجنا المحلي او الاجمالي بيزيد كل سنة بنسبة قد ايه احنا في يوم الايام من 5-6 سنوات كان الناتج المحلي المصري 2.4 من 10 تريليون جنيه نهاردة 6.2 من 10 تريليون جنيه ومستهدف السنة دي في خطة 21 او 20-21 ان احنا نوصل لـ 6.8 من 10 تريليون جنيه نفكر الناس ونقول لهم ان احنا كان حجم الدين بتاعنا الدخلي والخارجي بالمقارنة للناتج المحلي بتاعنا 108% يعني انا بمثال بسيط خالص مواطن دخلي كل شهر 1000 جنيه وانا بس عندي سلفة بـ 1080 جنيه احنا قدرنا ننزل الرقم ده لـ 82% ده رقم كويس جدا كان مستهدف ان احنا نوصل لـ 75% في 20-30 احنا النهاردة واحنا في 2021 كنا وصلنا في فبراير السنة دي او مارس السنة دي قبل كورونا لـ 82% وغالبا هيبقى في نهاية 2021 حوالي 87% فان حجم الدين يقل بالشكل ده ده كويس جدا عجز الموازنة عجز الموازنة اوصل في بعض الاحيان الى 17% احنا مستهدف في 2021 في موازنة السنة دي انه يبقى 6 و 3 من 10 وعشان نفهم الناس يعني اياه عجز الموازنة مصر بتصرف تريليون و 700 مليار 1700 مليار جنيه هتصرفهم السنة دي في كل المشروعات والالتزامات والاجور والرواتب والحمال الاجتماعي اراداتي تريليون و 3 من 10 يعني مصر هتجيب ارادات 1300 مليار هتصرف 1000 و 700 مليار يعني فيه عجزة 400 الربعمية دول هما دول اسمهم عجز الموازنة بالضبط احنا قللنا الرقم ده لان يبقى 6 و 3 من 10 ان شاء الله مستهدف سنة دي ان يبقى 6 و 3 من 10 من الناتج المحلي المصر بالمقارنة بـ 17 قبل كده اذا الخطة التنمية المستدامة الربعية اللي بدأ من سنة 2018 لـ 22 يعني بنقطف سمارها الان نعم جاب في بعض المؤشرات معلش عشان بس انا من منسهاش معدل بطالة معدل بطالة ده حاجة يعني احنا كنا 13 و 3 من 10 معدل بطالة من 4 5 سنوات احنا وصلنا في مارس السنة دي لان عندنا معدل بطالة 7 و 6 من 10 احنا وصلنا ان احنا بقدرين نولد فرص عمل سنوين حوالي 900 ألف فرصة وده مستهدف دايما في كل خطة التنمية المستدامة ده دي مكتسبات لعملية وجود رؤية ووجود خطة واضحة بشكل منسجن جدا بتقوم بي الحكومة بدءا من وزارة التغطيط والمالية وكل الوزارات اللي موجود عندنا ارقام ايجابية تانية معدل التدخم احنا قلنا انه كان نزل اهل من 5% بعد ما كان 24 الاحتياط النقضي اللي كان 15 مليار دولار وصلنا اللي كان بقى 44 مليار دولار في اول السنة ده حقيقة النهاردة موجود 38 مليار دولار تكافي 6 شهر ومن السلع الاساسية المواطنين عندي مؤشرات ايجابية كمان الناتج المحلي بتاعنا طبعا تضاعف قلنا من 2.4 من 10 ل 6 تريليون كل دي حاجات ايجابية جدا ومؤشرات ايجابية جدا للاقتصاد المصري الآن اذا احنا ماشينا على التراك او على المصار السليم اللي هو متخطط اللي هو متخطط وبشكله كفء جدا فعلى المواطن اللي بيشوفنا دلوقتي بقى عارف ان الادارة المصرية بدءا من ساتة الرئيس ودولة معالوزراء ووزير التقديد ووزير المالية وكل الوزراء فريق عمل متكامل ده ماشي على خطة وعارف وبيعمل ايه عارف رايح السنة الجاي يعمل ايه والسنة اللي بعدها رايح يعمل ايه في كل المناحة الاقتصادية ويحسن كل المؤشرات الاقتصادية بدأ ما احنا جيبنا سرط المواطن بقى نتكلم على جهود القضاء على الفقر ودعم الفئات الاكثر احتياجا ايه المستهدف واللي تحقق والله انا فكرة اللي بتكلم ده دكتور احد الناس اللي يعني متابعين يعني يعني هو مش يعني لا ده هو في مكان بيتابع ويحلل وبيحلل ويرصد وبننصح وبينصح وبنعمل اوغاء سياسات في معاعدة طبعا المتخزي القرار بيدو الرؤى يعني كل حاجة يعني عشان كنا بيتكلم على ارض واقع وانا بحاول مع حضرتك ان احنا نوضح الكلام للناس بشكل موهم دي ما ديرسلت عشان يتفائل ان في ناس قادرة تحكم البلد بشكل كويس جدا وتاخدها على المصاري السليم وتبقى عارفة هتوصل لايه كمان عشر سنين من النهار جميل طب القضاع الفقر دعم الفئات لاكسر احتياجا انا لما حصل استخدام نظام الاسلوب المرن للعملة الصعبة والدولة قررت انها تقف جنب الفئات الاولى بالرعاية فرحت عمراء ثلاث مسارات اساسيين مسارة الدعم النقدي والعيني عملت مسار الخدمات والمشروعات عملت مسار الدعم والمساندة لكل فئات المجتمع وخصوصا الطبقات الوسطى والطبقات الاقل منه دعم النقدي عيني عملت دعم الخبز اللي طول عمره موجود الدولة المصرية مشكورة في كل مع الرغم انها عدى لها ايام صعبة جدا في الاقتصاد المصري عمرها ما تخلت عن كلام ده البندين دول في موزن 21 السنة دي صرفوا علينا 85 مليار جنيه فالدولة ما بتخلاش عن الناس عملت ايه تاني عملت دعم لألبان الاطفال بحوالي انا مش معلش انا احسن في سيكتان مليار و28 مليون جنيه عملت دعم المزرعين بحوالي 665 مليون عملت برنامج تكافل وكرمة وهذا البرنامج المحترم اللي ممتد من حوالي 4-5 سنوات اللي بيساعد الارامل بيساعد المطلقات بيساعد الناس الكبر في السن اللي ما بيعملوش بيساعد زوال الاحتياجات الخاصة مزبوط فلك انت تخيل ان بقت هذه الاسر اللي ما كانش لها اي دخل عدد بتاخد النهاردة من 600 ل800 جنيه شهري بالاضافة الى الدعم السلعي والنقدي اللي بيوصل لحوالي 200-300 جنيه للأسرة يعني انت تكلم في 1000 جنيه بتاخدها الاسرة اللي ما عندهاش اي عمل او الست المطلقة او الست الأرمال اللي قاعدة في البيت ده كله تحت بند المصارد دعم العيني والنقدي طيب دعمت كمان نقل الركاب في المترو في القطرات دعمت طلاب في التأمين الصحي دعمت العلاج على نفقة الدولة بحالي 7 مليار جنيه في أزمة كورونا دعمت كمان العاطلين اللي فقدوا وظائفهم بقى 500 جنيه مدة 3 شهر وتم تجديدهم ل3 شهر طيب طيب ده كل ده مصارد الدعم النقدي طيب ايه تاني تعملته في مجال المشروعات عملت برنامج جميل جدا اسمه برنامج حياة كريمة حياة كريمة انا بتواصل مع المسؤولين عنه وهو برنامج مشترك ما بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط هيتصرف 50 مليار جنيه من سنة 2019 لسنة 23-24 50 مليار جنيه 75% منها موجه لكرة مشروعات الصرف الصحي مشروعات المياه مشروعات الكهرباء عشان اخلي الحياة افضل عند بعض الناس اللي مجوين في اماكن بعيدة لما اوصله طريق كويس سواء الطريق اللي ما بين المحافظات او الطرق ما بين المراكز والكرة هسهل عليه انه ينتقل عشان يلاقي فرصة عمل اصحاب المصانع والمستثمرين لما يلاقي المكان في مواصلات وفي كهرباء وفي مياه وخلافة هيروح يعمل مصانع بعد ما كانش بيروح يعمل مصانع ده كله تحت المشروعات اشتغلت على المجال الصحي بس انا عندي احساس انك هتسألني في المجال الصحي او كلام ده في مشروعات يعني طبعا على رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل اللي بدأ في منطقة شرق القناة واللي قبل عشرين تلاتين هتكون مصر كلها منتغطية بمشروع التأمين الصحي عملت مجموعة من المشروعات وعملت تسهيلات اقتصادية عملت اصلاح اقتصادي عملت هيكلة ادارية عملت اصلاح للجهاز الاداري السطط الضرايب في الفترة في السنة اللي فتت أثناء جهاحة كورونا كل الحاجات دي كانت بتساعد اصحاب الاعمال ان هم يشتغلوا وبيتتلق حفظ على فرص العمل يعني حتى البند ده اللي هو موجود بشكل غير مباشر لقطاع الاعمال لكن بيساعد في الاخر على وجود فرص عمل للفقات الاولى بالرعب دي شبكة الحماية اللي كانت الدولة بتتحرك فيها الفترة والناس حسة الكلام ده بصراحة طيب بصبع احنا عندنا خمس دقايق وعندنا سؤالين رض استغلال سراوات مصر بالشكل الأمثل يعني وحق الاجيال اللي جاية زي ممكن اشارنا احنا للموضوع ده صحيح يعني التنمية المستدامة وده مهم جدا يعني يعني زينو عزم برضو استخدامات الاقتصاد القاومة من هذه السراوات ورؤيتها كيف انا شايف ان احنا عندنا مصارين عشان نحافظ على السراوات المصريين في مصار يخص الكنوز الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة المصرية من بطرول من غاز من بحار من تعديل وهكذا من محميات طبيعية وخلافه ويعني انا شايف ان وزارة البطرول والحكومة المصرية مش بتطرح كل الاستكشافات اللي عندها والاماكن اللي صالحة لان انا طلع منها بطرول عشان انا بطلع بطرول وغاز طبيعي استفيد منه الان لكن مازال امامنا صار وطبيعية موجودة تحت الارض هتستفيد منها الاجيال فده موضوع الموضوع التاني الخاص بالاجيال القادمة الصندوق السيادي وقنون 177 اللي من سنتين تم اصداره بخصص ان مصري وعندها الاول مرة صندوق سيادي صندوق مصر السيادي واللي يعني يتيح للسيادة الرئيس انه كل الاراضي كل المصالح كل الاماكن الغير مستغلة او الاصول الغير مستغلة في الدولة انها لما تبقى موجودة في الصندوق السيادي يقدر يستغلها بالشكل الامثل وده بيبقى بعيدة عن الخزانة المصرية فأنا يبقى عندي صندوق خاص قادر انه يستثمر الاصول الخاصة بالمصريين ينميها يكبرها ودي تبقى الاجيال اللي جاي دول مصرين الدولة ما ماشية فيهم وانتخيل ان ده يقدر يساعد انه يحافظ على السروات والاصول الخاصة في مصر وينميها كمان جميل بالمناسبة وزارة التخطيط او وزيرة التخطيط هي رئيس مجلس دارة مجلس سندوق السياد دي حقيقة طيب بالتأكيد انه دايما بيتحصل افديت او تطوير لخطة 20-30 او رؤية 20-30 صحيح لو عايزين نعرف من خلال تحليلاتك ومتابعتك مقترحاتك اللي شايفها في الفترة الجاية يحصل تطوير لرؤية 20-30 قبل ما اروح لبعض المقترحات انا عايز اذكر الناس طبعا ان احنا عندنا جائحة هزة العالم وهزة اقتصاد العالم بشكل كبير جدا سنة 2019 وزارة التخطيط ومؤسساتها زي معهد التخطيط القومي جهاز التعبال العامة والإحصى جهاز التنظيم والإدارة اشتغلت الفترة الفترة عشان تشوف السينريهات الممكنة اللي ممكن تحصل لانتجة هزي الجائحة فيعني كانت فيه اكتر من سيناريو منها السيناريو اللي الدولة اشتغلت عليه فوهي بتجهز الموزنة وخطة التنمية المستدامة لسنة 2021 وعملت حسابها ان ممكن تكون بعض المستهدفات اللي موجودة في الخطة ممكن تتأثر لكن معظم المؤسسات الدولية زي بنك الدولة مصري السنة دي على الرغم ان هيبقى معظم العالم المطاقة السالبة إلا ان احنا في مصر هديبقى من الحد الأدنى من 2% ل3.5% معدل نمو في ظل الظروف دي ده طبعا حاجة رائعة يعني أما بخصوص بقى المقترحات فانعايز اقف عند الاقتصاد المعرفة ويمكن المواطن العادي ممكن يكون كل ما يسمع الكلمة دي ايه 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 اقتصاد المعرفة طبعا الناس كلها عارفة ان اقتصاد مصر مبني على مجمع من القطاعات زراعة صناعة نقل طاقة تعليم صحة كل دي هي القطاعات اللي موجودها اللي بتولد دخل في الاقتصاد المصر محتاجين ان كل هذه القطاعات يندمج فيها التكنولوجيا بشكل واضح مباشر عشان كده انا بقترح ان في خطة التنمية المستدامة القادمة او الحكومة القادمة اللي جاء بعد مجلس النواب يكون فيه وزارة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات البنية التحتية تروح طبعا ما فيه وزارة الاتصالات يا فندي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعني انا ارى انها مهتمية اكتر بقطاع الاتصالات اكتر من تكنولوجيا المعلومات تمام احب ان اقطاع الاتصالات والبنية التحتية تقوم بشركة وطنية جهات سيادية وزارة برضو معناش مشكلة لكن فيه وزارة متخصصة تبقى التكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لأن دي اللي لازم تندمج مع كل الوزارات الأخرى وتوجد التكنولوجيا المناسبة لها وتبقى عام يعني شفت حضرك ملف الإصلاح الإداري لما انتقل لدولة رئيس الوزارة عشان يبقى هو ملفه فوقي لأن ده يتعامل فيه مع كل وزارات وبيبزل فيه المهندس هاني محمود بصراحة مجهود جبار يعني الوائعين هذه الوزارة تبقى بنفس هذه الطبيعة تبقى مسؤولة عن ملف التحول الرقمي تبقى مسؤولة عن إدماج التكنولوجيا في كل الوزارات وكل القطاعات وبالتالي أقدر أوصل لمرحلة اقتصاد المعرفة اللي المفروض مبني على التكنولوجيا مبني على الابتكار مبني على أن العنصر البشري يكون بشكل كويس مقترح آخر بنقترح أن البعد الاجتماعي وكل المؤشرات أنا متأكد أن مصر هتوصلها قبل عشرين ثلاثين بس أنا متخوف من حاجة ألا وهي البعد القيمي الأخلاقي الثقافي للمجتمع أحراج بتشوف الأغاني بتشوف الدراما بتشوف اليوتيوب بالدراما بتشوف اليوتيوب السوشال ميديا دي دي المأساة اللي أنا لو مسؤول بقرة سياسي في البلد لا السوشال ميديا دي لازم تتقنن اللي بيحصل أنها تسببت في إشكاليات اقتصادية يعني 6-8 ساعات بيقضهم الموطن المصرف على السوشال ميديا بينتج أمتى؟ بيشتغل أمتى؟ أولادنا هتزاكر بتركيز أمتى؟ كلام ده كله أنا محتاج تقنين فإحنا لازم يعني معرفش هل يتابع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلمات ولا رئاسة مجلس الوزراء لكن إحنا محتاجين في خط التنمية القادمة أن إحنا نركز على البعد القيمي بشكل كويس جدا طبعا نزارة التعليم خدت مجهود كويس في أنها راحة عملت كتاب للقيم ونتمنى أن القيم والأخلاق يبقى فيها شغل أكتر يعني إن شاء الله محتاجين إصراع طبعا في عملية التحول الرقمي بشكل غير عادي تأمين الطب الشامل اللي بدأ محتاجين إصراع في عملية البنية التحتية وإن كنت لسه بس ما حديث لوزير المالية بقول إن إحنا مش مشكلتنا في الفلوس مشكلتنا إن إحنا نأهل العنص البشري مشكلتنا إن إحنا نجهز المستشفى بشكل كويس عندنا مقترح آخر للتوطين توطين في مبادرة عملها السيد الرئيس إن إحنا نعمل 15 جامعة أهلية كمان تمام يعني مقترح رائع وده هيعمل توطين للناس في المجتمعات الجديدة أنا النهاردة أنا قاعد في 7% الدولة عملها تعمل مدينة في العالمين في قصويت الجديدة في المنصورة الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة كل ده كلام جميل لازم الناس تنتقل عشان تنتقل لازم عملها توطين الجامعات عنصر مهم جدا لأن الجامعة مجرد ما تتواجد بتوجد فرص عمل ده كثرة موظفين مكتباتها تفتح حواليها مدن الناس بيقصد تنمية طبعا وهكذا فإحنا محتاجين إحنا نعمل حوافز توطين للمواطنين عشان يخرجوا للمدن إحنا عندنا مدن جديدة زي العاشر مدن قديم ومازالت تعاني إنها الكسافة السكنية فيها أنا عايز المواطنين تروح هناك يدوا للمواطنين اللي هيروحوا دول مثلا ضعف الدعم النقدي والصلاعي تعليم ولادهم في الجامعة هناك يبقى مجاني فإن الوصول تروح يوعد هناك دي مجمعة من المقترحات وحابب أن تكون موجودة في الخط التنمية المستدامة إن شاء الله لفترة نو إحنا كمان إن شاء الله هنلتقي تاني ونتكلم باستفادة عن المعرفة والاقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفة وإزاي يتحقق وإزاي نوصل وإزاي نوصل ده مهم جدا ده هو المستقبل إن شاء الله شكرا دكتور عصام الجهري متشكين جدا لوجودك معنا أهلا بك والقدو على ملف مهم جدا أشكرا يهم المصريين أشكرك أشكرا هنخرج فاصل ونرجع نستقبل ضفنا المهندس أحمد رقفة المنصق العام لحملة خليات صدي زير وجبارك هنتكلم عن أوبر برايس هنتكلم عن ما يحدث في سوق السيارات للتأكيد أنا أعلم تماما إن ده موضوع بيشغلنا كلنا وكلنا مهتمين به فاصل ونلتقي شكرا